أهلا بكم في المراجعة المبكرة جدا لفيلم الفيل اللازرق 2 وده لإني دايما محريص على إني أقدم لكم مراجعات الأفلام بمجرد عرضها في السينما الحلقة الجاية مراجعة عنتر ولبلب إن شاء الله أحداث فيلم الفيل اللازرق 2 بتدور بعد مرور خمس سنين على أحداث فيلم الفيل الأزرق دكتور يحيا دلوقتي متجوز لبنى وعايش معها ومع بنتها هانية وابنهم زياد زياد يبقى ابن دكتور يحيا ولبنى مش دكتور يحيا ويأمان بتبلاش الحاجات الغريبة دي الحياة المملة بتقود دكتور يحيا بعيدا عن عيلته وبترجعه للخمرة والأمار ولكن في يوم من الأيام الأمور بتاخد منحنى حاد بعيدا عن الملل وفي طريق الرعب وتهديد الحياة وده لما دكتور يحيا بيقابل فريدة المريضة اللي بترتكب جريمة عنيفة وبتعلن إنها مش هتتكلم إلا مع دكتور يحيا وبعد دقايق قليلة معاها بيتبين إن الخطر اللي كان بيهدد صديقه من خمس سنين رجع تاني والمرة دي بيهدده هو وبيهدد عيلته فيا ترى إيه اللي حيحصل طبعا أنا عارف إن يلابس تي شيرت يبان إنه مالوش علاقة بالفيل الأزرق ولكنه تي شيرت بتاع دا لايم كينج وعلى ما يبدو أنا مش حال حق أعمل مراجعة دا لايم كينج وهو الحقيقة تي شيرت جامد جدا وكنت عايز ألبسه في أي حاجة وبعدين لو فكرتوا فيها الأسد الفيل لما ظهرت الأخبار إن الفيل الأزرق حيتعمل له جزء تاني أنا اتفاجئت وده لإني كنت حاسس إن قصة الفيلم الأول اللي عجبني جدا كانت مكتملة وما كنتش قادر أفكر في خطوط كافية تستحق إنها تستكمل أو تمتد فكنت الآن من التكرار اللي ممكن يفتقد لجواهر الجاذبية بتاعة الفيلم الأول ومع ذلك الفيل الأزرق كان فيلم مهم ورفع سقف الجودة في أفلام الإثارة النفسية في السينما العربية لدرجة أعلى بكتير مما كان عليه ولكنه مازال بعيد جدا عن أعلى درجة ممكنة لسه في أفاق فنية وتقنية تستحق إنها تستكشف ومين أفضل عشان ياخدنا في رحلة زي دي من صناع الفيلم اللي رسم الخريطة في المقام الأول وده الأمل اللي تمسكت بيه عشان أتفائل بخصوص الفيلم ده والغريب أني لما شفت الفيلم اكتشفت أن مخاوفي وآمالي كانوا في محلهم إلى حد ما الفيلم فعلا ما كانش عنده قصة تستحق إنها تتحكي بس القصة اللي حكاها ما كانتش سيئة وبالفعل نجح في أنه يرفع سقف التحدي مرة أخرى على التحديات الفنية والتقنية ولكنه مازال بعيد جدا عن القمة خلونا نبتدي مع القصة اللي انطلقت من ظهور تهديد جديد وهو الحقيقة مش جديد ولا حاجة هو نفس التهديد بتاع الفيلم الأولاني بس المرة دي نطاق أذيته أوصع ودي قيمة مضافة مخيبة للأمال لما نقرنها بما كان يفتقده اللي هو الدافع واللغز والخطة حاجات بسيطة كلها حاجة كده عاملة زي ما يكون واحد راح يتقدم لوحدة وهو واخد في إيده علبة كبيرة فيها حتة جاتو واحدة ونسي يلبس الأميس والبنطلون والجزمة التهديد بيطلق التحقيق والتحقيق كتير من فصوله كانت متصممة كويس وحقيقي أضافت للإثارة أو للرعب أو حتى عرفتنا معلومات بس برضو كان فيه فصول تانية ملهاش أي إضافة درامية أو أي إضافة على الإطلاق أصلا قصتنا كويسة وبتتحرك بإيقاع مظبوط وما فيهاش ولا لحظة ملل بس ما قدرتش أتفاعل معها بالمستوى اللي كان مطلوب عرض العواطف كان قاصر جدا وده خلاني ماهتمش بأي شخصية من قلبي ودي خسارة كبيرة على تجربة المشاهدة لإني برضو ماكنتش مهتم بعقلي الجزء ده مفتقد لجوهر الجاذبية الرئيسي بتاع الجزء الأول وهو الغمود أغلب الشخصيات متأخرين عننا إحنا كمشاهدين في دورة المعرفة والألغاز اللي قدامنا واضحة جدا وسهل جدا تتحل وبعض مفاتحها تم تقديمه على طبق من فضة لبطالنا بمعرفة الجانب المقابل وبدون أي داعي أنا ما ظنش أن الفيلم كان مغيب بخصوص النقطة دي ودليلي على ده أنه استثمر بكثافة على الرعب عشان ياخد مكان الغمود المفتقد وده حيقودنا للحديث عن الجوانب الفنية والتقنية في الفيلم مفيش شك أن فيلم الفيل الأزرق 2 يعتبر ثورة بصرية ودرجة الجودة في تصميم وتنفيذ وتوظيف المؤثرات البصرية غير مسبوقة في السينما المصرية وكمان ما هيش مجردة من القيمة السينمائية المؤثرات تم استخدامها في بعض التكوينات الجميلة جدا واللي ساعدت في دفع الدراما لسه طبعا في مجال كبير للتحسن بس حقيقي شيء رائع أني أشوف التطور الكبير ده في التجربة البصرية في الجزء الثاني عن الجزء الأول اللي تجربته البصرية نفسها كانت رائعة برضو التجربة البصرية دي تم تقدمها لخدمة 3 أهداف في تقديري الشخصي تمثيل حالة الهلوسة والصدمة والرعب أقدر أقول أن الفيلم نجح بشكل كبير في تمثيل حالة الهلوسة وفي الصدمة بس ما أقدرش أقول أنه نجح بنفس الدرجة في الرعب وفي رأيي عندنا 3 أسباب وراء ذلك أولا عدم التركيز على تعبيرات الممثلين في وقت الإحساس بالخوف ثانيا غياب الوقت الكافي لخلق حال الترقب وللاحتراق البطيء قبل الخضات وثالثا اختيار أساليب تصوير ومونتاج غير مناسبة على الإطلاق لخدمة الرعب في لحظة من اللحظات استخدمنا الأوفرلاب إدتينج لتخويف المشاهد وده قرار غريب جدا الأوفرلاب إدتينج ده يا جماعة هو إعادة نفس اللقطة من نفس الكاميرا ونفس الزاوية أو من كاميرات وزوايا أخرى ده موجود عندنا في الفيلم وتم استخدامه أكتر من مرة وما خدمش أي هدف غير إنه يخلي المشاهد يحس بالغرابة أول مرة فريدة بتظهر علامات خارقة للطبيعة في منتهى الإرباك الإرباك اللي هو اللخبطة مش اللي بتفتح في وشينا لما نعمل حدثة ربنا يسلمنا جميعا يعني لقطت من فوقه من تحته من اليمين ومن الشمال مفيش أي نسق مفيش أي نمط وما ساعدش في إنه ينقل لنا إحساس باللخبطة أو بالفوضى هو كان مجرد فوضى وانعكاسات الرعب ما هياش المنطقة الوحيدة اللي المونتاج وتصميم المشاهد خذالها عندنا كمان تأثر واضح بمدارس بعض صناع الأفلام الغربيين وصناع الأفلام بتوعه حض المتوسط وعندنا مشكلة استخدام أدوات فريدة لمرة واحدة وبعدين التخلي عنها لنهاية الفيلم زي تحليل لغة الجسد على الطريقة الشيرلوك هولمزية اللي حصل في اللقاء الأول ما بين دكتور يحيى ودكتور أكرم ليه هتقدم في الأول؟ وليه تم التخلي عنه بعدين؟ العنصر اللي فضل شغال بكفاءة في كل المشاهد هو الموسيقى التصورية والمؤثرات الصوتية وللأسف مقدرش أقول معاه الأداء التمثيلي الأداء التمثيلي في الفيل الأزرق 2 يطرى وحمبين مخيب للأمال وجيد جدا ولما بقول مخيب للأمال فأنا قصدي هند صبري ولما بقول مخيب للأمال وهند صبري فأنا أعني درجة أداء ممكن تكون جيدة جدا من أي ممثلة أخرى لأن هند صبري ممثلة جمدة جدا ومن المنطقي أن هي اللي تتصدر لتحدي دور زي ده نزاع وصراع مطلوب منه أنه هو يصدرنا ويخوثنا ولكن أداءها نادرا ما حسسنا بدا ونادرا ما حسسنا بأن فيه نزاع وصراع أصلا في مراحل مختلفة من الفيلم التلت شخصيات اطلب منهم أنهم يجسدوا لنا الصراع ده الأولى هي هند صبري والنتيجة زي ما قلت كانت محبطة التانية هي نيلي كريم وأقدر أقول إنها كانت كويسة جدا والتالت سجله حسين الشحات سوري سوري بس حقيقة التالت ده ما قدرش أتكلم عنه عشان الحرق ولكنه بكل تأكيد كان الأفضل كريم عبدالعزيز على الجانب الآخر كان جيد جدا قدر يعكس ارتباك وضعر وإرهاق متزايد وممكن يكون محظوظ شوية لأنه الوحيد اللي أخد مساحة كافية دائمة للتعبير أصلا وعايز أقول كمان إن إياد نصار تكسيده كان جيد جدا رغم إن شحصيته كانت متوقعة جدا بدون تزويق للكلام فيلم الفيل الأزرق 2 أحبطني تركيزه الأكبر كان على التجربة البصرية الرائعة مع الحفاظ على قصة كويسة من غير فجوات كبيرة بس المجهود المبدول لمساعدة الرعب عشان ياخد مكان الغموض مكانش موافق وأنا طبعا مش عاوز أقلل من الشغل الرائعة اللي ساعد على تقديم التجربة البصرية دي من تصميم الملابس للمكياج للدكور لكل عناصر تصميم الإنتاج وكل عناصر ما بعد التصوير من منتاج ومؤثرات وتلوين بس زي ما قلت قبل كده التجربة البصرية الرائعة لا تكفي أبدا لصناعة فيلم رائع تقييمي لفيلم الفيل الأزرق 2 هو ستة ونص من عشرة وده بالمقارنة المباشرة مع الجزء الأول في السلسلة وأه على ما يبدو احنا مقبلين على سلسلة مناقشة الحلقة لو فيه أفلام قادمة قرر مروان حامد إنه يتعاون مع مؤلف غير أحمد مراد وقرر أحمد مراد إنه يشتغل مع مخرج غير مروان حامد ترشحه لده يشتغل مع مين وترشحه لده يشتغل مع مين ياريت تسهموا برأيكم في الكومنس ياريت تعملوا شير و لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجلكم الحلقات أول باول وتابعوني على فيسبوك و تويتر باي باي